فقد أرادت في الأصل المساعدة في دفع جزء من تكاليف إصلاح السيارة لكنها لم تتوقع أن يصبح مالك السيارة هو رئيس تنفيذي من النخبة كان معجبا بها للسنوات اسم الفتاة جي شينغ وهي طالبة متفوقة من مدرسة مرموقة تتمتع بمهارات ممتازة وقد واجهت بالفعل العديد من الصعوبات بعد ثلاث سنوات فقط من التخرج عندما اتصلت لوالدتها في الصباح طلبت منها والدتها حجز موعد زفاف في أقرب وقت ممكن لكنها شعرت أن شراء منزل الآن أصبح أكثر أهمية ولسوء الحظ تعطل مترو الأنفاق وكان جي شينغ في عجلة من أمره للذهاب إلى الشركة لفضول اجتماع لذلك لم يكن لديه ثيار سوى ركوب دراجة مشترطة للذهاب إلى العمل لكن اصطدمت بسيارة ضاهظة الثمن على الطريق بالاستماع إلى الصوت المألوف ثارج النافذة تعرف هانا تينغ على جي شينغ في لمحة وضغط على النافذة قليلا وطلب من السائق أن يكتب رقم هاتف جي شينغ ويسمح له بالرحيل أسرعت جي شينغ إلى الشركة لكن زملائها أردوا أخذ نتائج عملها لفصن الخطس كان لدى جي شينغ طريقة لمنعه من النجاح بشكل غير متوقع كان الرئيس الكبير الذي وصل إلى الشركة زنينا سابقا بعد الظهول لفترة قصيرة دخل جي شينغ على الفور في وضع العمل وأكمل تقرير العمل بشكل منتاز بالنظر إلى الفتاة الواثقة أمامه سقط هانة تينغ في الذكريات انتهى التقرير وغادر هانة تينغ دون أن يقول أي شيء مما جعل جي شينغ يشعر بالإحباط والارتبات بعض الشيء معتقدا أنه تعرف على الشخص الخطأ كان هناك حفل عشاء في الشركة في المساء وطلب رئيستها زينج دي من جي شينغ مرافقتها وذكرت جي شينغ بالتأنق في ملابسها بمساعدة اثنين من أفضل الأصدقاء ذهبت جي شينغ إلى حفل العشاء بعد وصولها إلى النادي وجدت جي شينغ أن هانة تينغ كانت هناك أيضا وكان العشاء مفتنفا عما اعتقدت أنها كانت هنا لتقديم المنتجات لكن تسنودي أرادتها للترفيه عن رئيسها أثناء لعب الورق معا استفتر كل من جي شينغ وهانة تينغ ذكريات من المدرسة بعد فترة من الوقت قام صاحب الشركة المجاور لها بفتوة وقحة انتجاهها عندما رأى أن جي شينغ كانت في وفا أخذ هانة تينغ زمام المبادرة لإنقاذها في الممر انتقدت هانة تينغ زينج دي لقيامها بالأعمال التجارية من خلال وسائل غير عادلة لكن زينج دي كانت رفضة وقالت أن جي شينغ كانت على ذراية بالمنتج ولهذا السبب سمح لها بالحضور لكن هانة تينغ لرفض قبول ذلك وطلب من تسنغ دي أن يطلب من جي شينغ العودة إلى المنزل بفجة أنه لا يفق الورباء عندما مر بالقرب من هانة تينغ اعتبره الطرف الآخر غريبا تماما ولم ينظر إليه حتى وكان جي شينغ أكثر حيرة في متجر فطيرة باللحم سأل صديق هانة تينغ إذا كان يعرف جي شينغ وتبين أن الاثنين كان يعرفان بعضهما البعض في الجامعة وشاركا معا في مسابقة وفازا بعد المسابقة دعات جي شينغ هانة تينغ لتناول العشاء معا للاحتفال في المساء كما خطط هانة تينغ أيضا للتنام الفرصة للتعبير عن مشاعره لكنه لم يتوقع أن يطلب منه جده أن يحزم أمتعته ويدرس في الخارج على الفور قبل المغادرة أرسل هانة تينغ رسالة اعتذاره إلى جي شينغ قائلا إنه سيدرس في الخارج ولن يتمكن من فضور حفل العشاء لكنه لم يتلقى أي رد لم يكن يعلم أن جي شينغ لم يرى الرسالة النصية واعتقد أنه غادر دون أن يقول وداعا اشتبه الأصدقاء أيضا في أن جي شينغ لم يتلقى الرسالة النصية في ذلك العام أخرج هانة تينغ الرقم الذي تركه جي شينغ عندما اصطدم بسيارته في ذلك الصباح وكان على وشك إضافة حساب ويتشات الخاص بالطرف الآخر لكن جي شينغ اعتقد أنه كان هنا للتحقيق أدرت هانة تينغ على الفور أن جي شينغ اعتقد أنه سائق السيارة التي تحطمت في الصباح لذلك تظاهر بأنه سائق وتحدث مع جي شينغ تم التطاعد على المشروع وكانت الشركة ستقيم مأذبة احتفالية كما تلقت جي شينغ باقة من الظهور من السيد جا خوفا من سوء الفهم أوضحت جي شينغ أن السيد شاو أرسل الظهور ليشكرها على شرح المنتج في الليلة السابقة عندما اكتشف رئيسها ذلك كان غير سعيد من الغاية لكنها تظاهرت بسعادة وفدعت جي شينغ بمنحها فرقية ومكافأة كانت جي شينغ سعيدة جدا كما أخبرت حبيبها بالأخبار السرة وكان الاثنان يتطلعان إلى المستقبل معا في يوم مأذبة الاحتفال افتدى جي شينغ ملارس جميلة جدا كما رافق هانة تينغ تسينغ دي إلى المأذبة عندما كان جي شينغ يضع مكياجه في الحمام سمع شخصا يتحدث عنه في غرفة الرجال المجاورة اكتشفت جي شينغ بعد ذلك أن رئيسها كان يكذب عليها فخرجت من المرحاض بحزن لكنها تعرضت للتحرش الجلسي من قبل زميلها في الشركة أرادت جي شينغ الاتصال بالشرطة ولكن تم توريطها من قبل الطرف الآخر كيف وقح؟ رجل قبيف مثير للإشمئساس اتصلت جي شينغ بالشرطة مباشرة لكن صاحبة الشركة التي كانت أيضا فتاة أرادت حل الأمر على امفراد عندما رأت جي شينغ أن لا أحد في الشركة كان يساعده باتت وتقدمت بطلب للمراقبة ولكن تم حضر شاشة المراقبة بواسطة نبات محفوظ في أصيز فالشخص الذي ارتكب أشياء سيئة قام بتغطير الحادثة للجي شينغ وكانت جي شينغ حزينا جدا وأراد الشرير أن يعتذر جي شينغ لكن جي شينغ رفضت بشدة في هذا الوقت بناء على تعليمات السيد هان ساعد مساعده جي شينغ كان على الرجل السيء أن يعترف بأنه قام بمضايقة جي شينغ وأفذت الشفة للفحفة معه المساعد أرسلت جي شينغ رسالة إلى مساعده للتعبير عن انتنانها لكنها وجدت أنها تعتبر السيد هان مساعدا له وشعرت بالحرج الشديد في اليوم التالي اكتشفت جي شينغ أن زملائها في الشركة لديهم مواقف غريبة انتجاهها اتضح أن شخصا ما نشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يشوه فيه جي شينغ ورئيسها بسبب وجود علاقة غير لائقة لذلك أدل الجميع بتصريحات غير مسؤولة حول جي شينغ ظرفت جي شينغ دموع التظلم عندما كان من الواضح أنها تتعرض للتخويف ولكن تم انتقادها من قبل الآخرين لم تكن تعلم أن هذا كان فخا نصبه رئيستها تسنغدي أعجبت زينغ دي بهانيا تنغ وفكرت في رعاية هانيا تنغ لجي سينغ لذلك شعرت بالغيرة وافترت على جي سينغ لم تتمكن جي شينغ من العمل لوقت إضافي في الشركة إلا في وقت متأخر من الليل وعندما عادت إلى المنزل التقت هانا تنغ وهو أراد إرسال جي شينغ إلى المنزل لكن جي شينغ لم يرد في ذلك لكن في السيارة سمعت السائق يشتمه النساء مرة أخرى لذلك بدأت جي شينغ في الجدال مع السائق لا تريد في إضاعة أي وقت في التحدث مع السائق لذا نزلت من السيارة مباشرة لكن الوقت كان متأخرا في الليل وكانت السماء تمطر بشدة لذلك لم تصل الكافلة لمدة طويلة عندما كانت جي شينغ في حيرة من أمره ظهر هانا تين على الرغم من أنه كانت مستهدفة في كل مكان في الشركة إلا أن جي شينغ ما زالت تعمل بجد وتذهب إلى المستشفى لإجراء الأبحاث لكن فجأة حدث عطل كبير فيه النظام للمستشفى وكان الجميع في حالة من الفوضى طلبت جي شينغ المساعدة في موقف حرج وساعدت بسرعة في إصلاح نقاط الطعام في نظام المستشفى وفي الحقيقة هناك مؤامرة وراء هذا الفشل اتضح أن صاحبة الشركة هي التي أحرجت جي شينغ بسبب غيرتها بناء على طلب الصاحبة لم يضيف القائد الذكر عملا إضافيا إلى جي شينغ فحسب بل قام أيضا بتخفيض راتبها مع العلم أنه لا يمكن ترقيتها ولم تحصل حتى على مكافأة المشروع ذهبت جي شينغ مباشرة إلى مكتب الصاحبة لتطلب تفسيرا لكن الصاحبة طردتها وقالت إن جي شينغ كانت متعجرفة بسبب إنجازاتها عادت جي شينغ إلى العمل بخيبة أمل جاء المدير ليطلب تقارير العمل مرة أخرى أخيرا لم تتمكن جي شينغ من تحمل الأمر بعد الآن واستقالت لم ترد جي شينغ رؤية القائد لذلك أوطت شارة عملها والتقطت جهاز الكمبيوتر الخاص بها وغادرت وعندما خرجت من مبنى الشركة استضمت بهانة تينغ وكان بإمكانه أن يعرف بنظرة واحدة أنها استقال لكنه تولى للثوء إدارة أعمال جده ولا يستطيع مساعدة جي شينغ في الوقت الحالي بعد مغادرة الشركة اتصلت جي شينغ بحبيبها وأخبرته باستقالتها طمأنها حبيبها وطلب منها استراحة جيدا بعد إغلاق من هاتف عمل حبيبها بجهد أكبر وأراد كسب المزيد من المال في أسرع وقت ممكن لتخطيط ضغوط جي شينغ بعد ترك وظيفتها دعا زميله الأصغر جي شينغ لبدء عمل تجاري معا لكن جي شينغ قالت إنه كان عليها أن تفكر في الأمر عندما كان جي شينغ تتناول العشاء مع أصدقائها في المساء فلقى إشعار رحلة العمل الأخير من الشركة كما خططت جي شينغ الافتنام هذه الفلصة للاسترخاء عند رؤية جي شينغ تذهب أراد هانا تينغ أيضا أن يتبعها أثناء رحلة عمل دعا هانا تينغ جي شينغ للانضمام إلى فريقه ولكن عندما تذكر نيتها الأصلية قررت جي شينغ رفض هانا تينغ وبدء عمل تجاري جي شينغ سعيدة جدا بعودة حبيبها أخيرا في المساء دعت جي شينغ لجميع أصدقائها إلى منزلها لتناول العشاء واعتقد حبيبها أن جي شينغ ستخبر الجميع برغبتها في الزواج لكن اتضح أنها أخبرت الجميع لأنها تريد البدء العمل وقالت صديقاتها إنه كان من الصعب بدء عمل تجاري وعلى الرغم من أن حبيبها كان طلقا بشأن فشلها إلا أنه أعرب عن دعمه وأعطاها بطاقته المصرفية على الرغم من أن حبيبها قال ذلك أمام جي شينغ إلا أنه أخبر صديقتها أثناء غسل الأبباق أنه لا يعتقد أن جي شينغ يمكن أن تنجح لكنه لا يزال يريد أن يحاول جي شينغ سمعت جي شينغ كلمات حبيبها وأعادت بصمت البطاقة المصرفية لصديقها في اليوم التالي ذهبت جي شينغ إلى الشركة للاستقالة على الرغم من ربط سارع هانة تنج لربية جي شينغ كانت جي شينغ تحمل أغراضها وكانت على وشك المغادرة لكن هانة تنج أوقفتها مع العلم أن جي شينغ تخلطط للقيام بالطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد قالت هانة تنج مباشرة إنها ستفشل على الرغم من الضربة لا تزال جي شينغ وطفة من شركتها في اليوم التالي ذهبت جي شينغ مع شريكها إلى علية مهجورة والتي كانت مكتبهم المستقبلي اعتقدت أن شريكها سيستثمر في شركتهم لكن لم يتوقع أنه لم يترك سوى رسالة كان كلاهما مذهولا وفي النهاية لم يتمكن من الفصول إلا على مبلغ 400 ألف وان من جي شينغ كحالة طارئة في المساء وصفت جي شينغ مخططها الريادي لحبيبها لكن حبيبها لم يهتم في اليوم التالي يعرف هانا تينغ الشركة جي شينغ ولا يظن أنها ستنجح لكن جي شينغ كان سعيدة جدا لكن كل شيء كان كما توقعه هانا تينغ واجهت جي شينغ عقبات متكررة عند البحث عن المستثمرين كان رأس المال المبدئي على البطاقة يتضاءل أكثر فأكثر في هذا الوقت تولى جي شينغ مكالمة هانا تينغ في اليوم الثاني جاءت جي شينغ إلى مكتب هانا تينغ ووجدوا فطة شركتهم على المكتب قال هانا تينغ بصراحة أن جي شينغ لم تكن مناسبة لبدء عمل تجاري وطلب منها أن تصبح مديرة مشروع في شركته بعد الاستماع إلى كلمات هانا تينغ تأثر شريطها قليلا لكن جي شينغ رفضت بأدد شكرا للمشاهدة